95 ألف انتهاك خلال سبع سنوات في أمانة العاصمة حصيلة تقرير حقوقي صادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة عنوانه سبع عجاف تقرير الحقوقي سبع عجاف يرصد ويوثق الانتهاكات داخل أمانة العاصمة والتي وصلت إلى أكثر من 95 ألف انتهاك ضد المدنيين وضد النساء وضد الأطفال وتنوعة هذه الانتهاكات بين القتل والتعذيب والاختطافات والاختفاءات القصرية ونهب الأموال وتعسفات الوظيفية وتجنيد الأطفال وكذلك الانتهاكات ضد المرأة وحرية التنقل والعديد من الجرائم والانتهاكات التي مرستها هذه الميليشيات ضد المدنيين وندعو المجتمع الدولي إلى إعادة تصنيف هذه الميليشيات في قائمة الإرحاب التقرير اعتمد فريقه على الرزي والتوثيق للجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشي الحوثي في أمانة العاصمة واتبع فريق الرز التابع لمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة على منهجية الاستقصاء والتحقق والنزول الميداني والمقابلات الشخصية للضحايا وأقاربهم وقد تنوعت الانتهاكات التي مرستها الميليشي الحوثية ضد الحقوق السياسية والمدنية وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوزعت بين القتل والوفاة تحت التعذيب والاعتقالات التعصفية ونهب الممتلكات والتجنيد الأطفال والمعاملة القاسية والمهينة أن تمنع من الشمس لمدة أشهر هذا في البيت المخي خمسة شهر لم نرى فيها الشمس ولا كنا نميز الليل والنهار تسجن في ورف مظلمة والله سجنا في حمامات وفي مطابخ وفي صالات مظلمة ما تميز الليل والنهار ما قامت به جماعة الحوثي خلال سبع سنوات في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات يؤكد للعالم أجمع عدم رغبتها في السلام وأن هدفها إطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء اليمن ترجمة نانسي قنقر